السلام عليكم هنبتدي نتكلم عن الانجواينالكنال الانجواينالكنال بتبتدي بجوز اسمه ديب انترنال انجواينال رينج ديب انترنال انجواينال رينج اذا ده اللي جوه ده اللي جوه خلي بالك الجزء ده العيان واقف وبصص لي وده الجزء اليمين من جسمه ده الجزء اليمين من جسمه اذا العيان واقف وبصص لي وده الجزء اليمين من جسمه اذا دلوقتى عندك ده اللي جوه ده اللي جوه وبعد كده عندك من برا من برا اكسترنا اذا ما بين الديب ما بين الديب والسوبرفيشال اللي هي الكنال فيه دي الكنال الكنال. ازان انت عندك الحاجات دي ده ايه? ده وعندك هنا ده وخلي بالك ان فيه فرق ما بين الديب انترنال والابدومنال والفرق هو لايه? يعني ايه اللي هيخرج برا? في عندك حاجة اسمها دايرك هيرنيا? حاجة اسمها ان دايركت هيرنيا. ان دايركت هيرنيا الان دايركت هيرنيا هي اللي بتمشي في الانجواين الكنال. الان دايركت هيرنيا هي اللي بتمشي في الانجواين الكنال. لكن الدايركت الدايركت لا دي بتطلع ايه? من الابدومنال والزات نفسه. من الابدومنال والزات نفسه. ازان الدايركت هي اسمها دايركت. دايركت يعني مش محتاجة كنال تمشي فيها هي دايريكت هي بتطلع وخلاص كده تطلع من ايه في الابدومنالول بتطلع من ضعف في الابدومنالول اذا بتطلع دايريكت انا كده دايريكت يبقى بطلع من غير مش محتاجة كنال اطلع من خلالها انا بطلع كده على طول نتيجة ايه نتيجة في الابدومنالول لكن بتلفه الدور تلفه الدور يعني ايه يعني تمشي في الانجواينال كنال تمشي في الكنال. اللي بتبتدي بتدي وبتنتهي بالسوبرفيشال اكسترنال انجواينا رينج. عندك هنا برضك حاجة اسمها ميديل وميديان. هو اللي جوه. هو اللي جوه. وعندك ده بعد كده قلنا ايه? العين واقف وبصصلي. وده الجزء اليمين من جسمه. طب ده ايه بقى ناحية الريكتوس ابدومنس. الريكتوس ابدومنس. طب قدامها ايه? براميديالس مصل. بس اما حاجة الريكتوس ابدومنس مصل. وعندك حاجة اسمها لينيا قلبة. وعندك كونجوينت تندون. ازا انت عندك كونجوينت تندون وهنحكي عنه. واللينيا قلبة. وهنحكي عنها. عندك هنا بقى ده انجوينا الايه? انجوينال ليجامنت. واللي بره ده. ده ابنيوروزيس بتاع الاجسترنال اوبليك مصل بتاع الاجسترنال اوبليك مصل. خلي بالك. وهنحكي عن التلاتة دولت مع بعض. اللي هو ابنيوروزيس بتاع الاكسترنال ابليك مصل مع الانجوينة اللي جمينت. مع اللينيا قلبة. بس سنحكي الاول على الانترو الطبقات بتاع يعني ايه العين واقف وبصص لي وده الجزء اليمين من جسمه اذا ايه الحتة دي اسمها طب من جوه لبرا في من جوه لبرا هيبقى ايه البرايتل بريتونيوم ده البرايتل بريتونيوم اهو البرايتل البريتونيوم طب برا حبة ده اسمه بريتونيوم اذا انت عندك بعد كده عندك بريتونيوم طب حلو ايه الحاجة المهمة بقى المهمة يبتدي من الترانسفرسالس فاشية ليه عشان دي اللي بتكون ايه هتلاقيها مشدودة هتلاقيها مشدودة مشدودة اذا الانجواينا الكنال وهي بتتكون شدت معاها ايه اول حاجة كونت الديب انجواينا رينج ده ايه ترانسفرسالس فاشية ترانسفرسالس فاشية ايه ترانسفرسالس فاشية ترانسفرسالس فاشية هي اللي مشدودة مع الايه مع الانجواينا الكنال اذا هي اللي كونت ايه الديب انترنال انجواينا رينج عندك بعد كده عضلات إذن أنت عندك Transversus Abdominus Muscle دي Transversus Abdominus Muscle وفيه خرم هنا طب الخرم ده فايدته إيه عندك يا سيدي الانجوينة الكنال دي لما بتتكون هي جاية من جوة لبرة فدلوقت أي طبقة بتعدي عليها بتاخد حتة منها أي طبقة بتعدي عليها بتاخد حتة منها طب ليه عملها لك مثلا عند نقطة Transversus Abdominus Muscle فيه خرم في العضلة عشان يقول لك أن Transversus Abdominus Muscle ما اتخدتش معاها ما اتخدتش معاها فيقولها لك إزاي يقولها لك إزاي يعمل لك خرم كبير كده عشان تفهم أن Transversus Abdominus Muscle مش هتساهم في الحاجات اللي حوالين إيه اللي هي بتكون بتاع فيعمل لك خرم في Transversus Abdominus Muscle عشان يقول لك الانجوائنال كنال وهي بتتكون مش هتاخد معاها إيه Transversus Abdominus Muscle لكن على العكس على العكس الطبقة اللي بعدها من العضلات اسمها Internal Oblique فما يعمل لكش فيها خرم ما يعمل لكش فيها خرم يسبها لك فيقول لك الانجوائنال كنال شدت معاها جزء من Internal Oblique Muscle كذلك بردك الطبقة اللي بعدها طالما فيه Internal Internal Oblique Muscle هيبقى فيه ايه External Oblique Muscle External Oblique Muscle وما يعمل لكش فيها خرم ليه ما يعمل لكش فيها خرم يقول لك شدت الطبقة دي معاها شدت الطبقة دي معاها شدت ال External Oblique Muscle معاها اذا دلوقت لما هنيجي نتكلم عن ال Aspermatic Cord Layers ال Layers اللي تكونت ايه الانجوائنال كنال عمال يشد كل طبقة وهو بيعدي عليها معادة مين معادة Transversus Abdomens Muscle كان فيها خرم فايه فما شدهاش معاه ما شدهاش معاه حلو اذا لما تكلم عن ال Aspermatic Cord Layers ال Layers هقول لك من جوة لبرة هو اللي جوة دا ايه اللي جوة دا اللي في الاول خالص اللي في الاول خالص بعد كده هيعدي على طبقة هتحوته 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 بعد كده هيعدي على طبقة بعديها هتحوته 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 طب ايه الطبقة اللي ما شدهاش معاه اللي هو Transversus Abdomens Muscle كان فيها خرم فما شدهاش معاه لكن شد باقي الطبقات باقي الطبقات يعني اللي جوة دا هي الطبقة اللي ورا خالص يعني اللي جوه ده اللي مشاولك عليه Internal Espermatic Fascha Internal Espermatic Fascha من اين Transversalys Fascha اللي هي فين اللي هي دي Transversalys Fascha دي Transversalys Fascha اول طبقة تشدت اول طبقة تشدت اذا الانترنال اللي جوه اللي محاوت the speedmatic F Aub اول طبقة تشدت منورة اللي هي Transversalys Fascha اللي هي Transversalys Fascha طيب بعد كده اللي هيعمل ساراوندن ليها اللي هيحاوطها الطبقة اللي بعديها اللي تشدت معاها ايه الطبقة اللي بعديها احنا قلنا فيه خرم في الترانسفيرساس أبدومناس مصل فمش هيبقى معانا طب الانترنال أوبليك كان فيها خرم لا تشدت معانا الانترنال أوبليك تشدت معانا اذا الكريمستريك مصل وفاشيا كونت منين من الانترنال أوبليك من الانترنال أوبليك انترنال أوبليك اهي طب ليه ما جابش سيرة مصل كان فيها خرم ولا تشددش معانا فاتشدت معانا chances體ique識 مشكلة م profession طب بعد يجب sağ faux الطبقة الطبقة القدقpert المتحدث هي التي ستطلع في الآخر إذن الأستعار LINCB متكون من إيه من ت Roberma إذا عمد 끔 اسم بإعدي لأنه يعمد أيس بإعدي على كل layer فهيفضل يتحوت بالlayers اللي يعدي عليها إذا إن من أفضل البر قد اتحوط بأول طبقه اللي هي dP interpreted mass stepsimbalpure transversal fress هه curse حوطته. بعد كده كريمستريك ماسل وفاشية. اللي هي الانترنال اوبليك الانترنال اوبليك اهي. دي الانترنال اوبليك اهي. بعد كده هيعدي على مين? على الاكسترنال اوبليك ماسل. على الاكسترنال اوبليك ماسل. فعملت ايه? عملت الاكسترنال اسبرماتيك فاشية اكسترنال اوبليك. خلي بالك ان الكون جوين تندون ده. لما تكون. تكون ازاي? عندك العضلتين اللي في البداية. العضلتين اللي في البداية اللي هو عيد وعندك العضلتين دولت التحمم في الميديل في الميديل في الميديل يكون ازا انت عندك ديه وعندك الاتنين اتحدهم في المنتصف في المنتصف منتصف الجسم عشان يكونوا ايه وعندك بقى النهاية بتاعتها النهاية بتاعتها من تحت من النص لين يا قلبة طب ازاي انت عندك دلوقتي بص ده بتاع الاكسترنال ابليك مصل ده بتاع الاكسترنال ابليك مصل من تحت من تحت من تحت اهو الجزء اللي تحت كون ايه اللي تحت. اللي تحت. اللي تحت. وده ايه? بتاع الاكسترنال ابليك مصل. ازا بتاع الاكسترنال ابليك مصل اهو من تحت. هينتهي طب ميديال في النص عندك ايه? عندك لينيا قلبة? لينيا قلبة. طب بعد كده عندك حاجة اسمها مايو بيكتينيال اورفيس. مايو بيكتينيال اورفيس. يعني مايو بيكتينيال اورفيس. واخدى حتة من فوق الانجوائنال لجامنت. واخدى حتة من تحت الانجوائنال لجامنت. ازا مايو بيكتينيال اورفيس. واخدى حتة من فوق الانجوائنال لجامنت. واخدى حتة من تحت الانجوائنال لجامنت. اللي تحت الانجوائنال لجامنت. انت عارفو. انت عارفو. اللي هو ايه? الفيمورال فين وارتري. فيمورال طب اللي فوق اللي جامنت اللي فوق اللي جامنت عندك الكورد استراكشال الكورد الاونجوينال الاونجوينال الكنال اللي احنا كنا بنتكلم فيها ازا انت دلوقتي هتكلم على حاجتين هتكلم على ايه هتكلم عندك هنا مثلا شايف انتك هتكلمki مايو بكتينيال اورفس. وانها بتتكون من حاجتين. اه ازا بتتكون من ايه? الجزء ده جزء فوق الانجواينا الليجامنت وجزء تحت الانجواينا الليجامنت. تحت الانجواينا الليجامنت في مرة الارتري وفين. فوق الانجواينا الليجامنت عندك الكورد استراكشور. عندك الكورد استراكشور. ازا الكورد استراكشور. اللي هو الكورد استراكشور. الكورد استراكشور. عندك ايه مسلا انجواينا الكنال كونتنس. ازا الانجواينا الكنال اللي احنا بنحكي فيها اللي جوها ايه بيقول لك على حسب هي في ميل ولا ايه ولا ميل لو انسى يبقى يعني اللي بيعدي من الكنال ده ايه طب لو ميل اللي هي طب بيعدي ايه كمان بيعدي نيرف وفيسلز النيرف هنا اليونجوينل نيرف اليونجوينل نيرف ايه ايه الكنال يوم ده يبيعدي نيرف اليونجوينل نيرف يبيعدي فى الكنال عندك لو على حسب هي في ميل أو ميل في ميل اللي ởanyl وعندك ايه? وعندك ايه? وعندك ايه? بعد كده قالك ايه? قالك اذا هو هنا مثلا الجزء بتاع الكنال ده هو بيقول لك الانترنال ده وهي بتعدي. وهي بتعدي. وقال لك من ايه طب ليه? احنا قلنا هنا دي اللي تشدت في تكوين اللي تشدت في تكوين اذا دي اللي اللي هو وعندك نيرف وعندك وعندك بعد كده ايه تكملة المايوبكتينية الاورفيس. عندك الفيمورال وعندك فيمورال فين. فيمورال ارتري وفيمورال فين. لهم ايه اكسرنال الياك فيسلز. اكسرنال الياك فيسلز. حلو ده بيعدي من خلال ايه فيمورال رينج. فيمورال رينج بيعدي من خلالها الفيمورال ارتري والفيمورال ايه فين. فيمورال ارتري وفيمورال ايه فين. اللي هم اكسرنال الياك فيسلز. عندك بعد كده ايه? بعد كده هنتكلم عن الهيرنيا. الهيرنيا بص كده انت عندك هنا مسلا عندك هنا الصورة عكس هنا عكس هنا يعني الصورة هنا عبارة عن ايه الراجل واقف وبيبص لي وده الجزء اليمين من جسمه ده الجزء اليمين من جسمه طب هنا هنا الراجل واقف وبيبص لي وده الجزء الشمال من جسمه ده الجزء الشمال من جسمه ده الجزء الشمال من جسمه طب ليه ما انا قلتلك بقى بنعرفها بالريكتوس اب دومنس بنعرفها بالريكتوس ابدومنس. اذا دي اهي. و عندك البيوبك في النص. اذا انت عندك دلوقت و عندك البيوبك في النص و عندك الانتيريور سبيريور spins. اذاês nome lateral anterior superior aliac spines في النص biopic simphercul trans by chronic tubercle.aud DVB TyrArthur anterior superior aliac spines. عندك بعد كده الذ MARCñfu. الHRNIA دا معناي bei ométrurgion للبرونييام البريتونييام خرج لبرة. عن طريق فتحه عن طريق فتحة نتيجة weakness . نتيجة ضعف. طب ممكن يحصل له ايه? يعني مثلا من مسلا خرجت لبره. اللي خرج لبره ده ممكن يحصل له ايه? عندك حكتين وعندك يعني يعني بدأ بعد ما الجزء ده خرج لبره مش عارف ارجعه. مش مش عارف ارجعه للابدومن او البلفيس ثاني. طب معناه ايه? معناه ان الجزء اللي خرج بره ده حصل له اسكيميا ونكروزيس. يعني ايه? يعني انت دلوقتي مثلا اهو. الجزء اللي خرج بره مش عارف ارجعه. مش عارف ارجعه. اذا ده اسمه ايه? ده انكارسيريشن. طب الجزء اللي خرج بره بره حصل له ايه? حصل له اسكيميا. حصل له اسكيميا ونكروزيس. اذا ده ايه? اسمه اذا الجزء اللي خرج برا ومش عارف ارجعه مش عارف ارجعه ده انكارسراشن انكارسراشن طب خرج برا وحصل له نيكروزيس اسكيميا ده ايه استرانجيولاشن استرانجيولاشن طب حلو هيرنيا دي بتيجي بايه بقى واجع وحمرار ودرجة حرارة عالية اذا درجة حرارة عالية وحمرار وواجع في المنطقة اللي حصل فيها عنيف من الفتحة نتيجة طب حلو هنتكلم مثلا عن سبيجليان هيرنيا سبيجيليان هيرنيا دي منطقةها فين? ده فاشية. اذا انت عندك هنا مثلا في النصف وهو عندك سيميليونر لاين. وده سيميليونر لاين. سيميليونر لاين. اذا سيميليونر لاين. وعندك سبيجيليان فاشية. سبيجيليان فاشية تخرج هنا. سبيجيليان فاشية تخرج. تخرج هنا. طب هي تخرج مسلا. تخرج فوق ولا في النص ولا تحت. تخرج تحت. تخرج تحت. اذا السبيجيليان هيرنيا تخرج ايه? تخرج تحت. من السبيجيليان فاشية. اذا انت عندك الدلوقت. عندك مسلا اب دومنس �ęسل. و عندك سميليونر ايه? ايه? بتاع بتاع اب دومنس �γ? از انت عندك و عندك سبيجيليان فاشية ايه? في النص الاسبيجيليان فاشية زي ما انت شايف تحت مفيش دعم ليهاها مفيش دعم لها يعني ايه يعني انت ما عندك فيه لاك للبستيريو ريكتوس شيس فيه لاك للبستيريو ريكتوس شيس البستيريو ريكتوس شيس مش موجودة في المنطقة دي في اللور ابدومن في اللور ابدومن فعشان كده تحصل تحت في اللور ابدومن نتيجة لاك للبستيريو ريكتوس شيس نتيجة لاك للبستيريو ريكتوس شيس اذا نبص كده الفرق بيبان فين الفرق ما بين العضلتين الفرق ما بين العضلتين بيبان فين بيبان تحت إزان أنت عندك الفرق ما بين الريكتاس أبدومنس مصل والترانسفيرسوس يبان فين يبان تحت وهو عملها لك في الصورة هو لما يحصل اسبيجيليان هيرنيا هتحصل إيه تحت نتيجة إيه لاك للبصيريور ريكتاس فشيا لاك للبصيريور ريكتاس لاك للبصيريور ريكتاس إزان أنت عندك سبيجيليون هيرنيا serpontaneous lateral ventral hernia ببسكرة إن هي مثل هيرنيا حصل ك смотрه masأول هيرنيا هين السيليونرل لائن الده ثالثセاب�도مس منحك بنقول فيه حصل فى السيليونرلن بعدكده يحصل نتيجة دفكت ما shopping الريكتس اب دومناس وايه والسيمليونر الاسبيجين ايه ايه اكتر تحت 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 وهو رسمهلك تحت 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 نتيجة لك للبستيري الريكتوس شيس عندك بعد كده البرزنتيشن بيبقى فاريابل يعني هيحس بوجع في الابدومين وطبعا بالبابول لامب بالبابول لامب طالع من ايه من الاسبيجيليان فاشية ازا بالبابول لامب طالع من ايه من الاسبيجيليان فاشية بعد كده عشخصة زي لامة لما هتعمل سي تي فهتلاقي الجزء اللي خارج هتلاقي الاسبيجيليان هيرنيا بتجيبها بالالترا ساوند او ايه او السي تي سكان